حابة اتكلم عن منتخبنا الوطني منتخبنا الوطني اللي مبارك له على الفوز الكبير مبارح على منتخب ليبيا فوز كبير في عكر دار منتخب ليبيا وعلى ملعبه وسط ايضا المجموعة القليلة اللي كانت حضرة من الجماهير الحلو مبارح في مباراة الامس اللي فاز فيها منتخب مصر بنتيجة سلاسية الاداء كان شكله حلو كيروش بمعنى كرة ماشي في الطريق الصحيح مبارح بعد المباراة شفنا التفاف جماهير كبير والحديث عن منتخب مصر ده اللي احنا كنا بنفتقده خلال الفترة السابقة مع الجهاز السابق وبكهاتة كابتن حسام البدري كيروش شفنا اداء رائع اكثر من رائع في تلات مباريات اللي لعبهم مع منتخب مصر في البداية كان امام ليبريا المباراة ايضا مع منتخب ليبيا اللي فزنا فيها واحد صفر في برج العرب وكان الاداء فيها بعض يعني في بعض الوقت المباراة ما كانش افضل حال لكن امبارح امبارح الاداء ما شاء الله مع النتيجة امبارح شفنا استحواس كبير من بداية المباراة للعب منتخب مصر شفنا التاميرات القصيرة شفنا الحاجات الحلوة اللي ظهرت امبارح فيه مباراة الامس امبارح شفنا الخطوط متقربة دي كلها نقاط ايجابية من مباراة الامس مباراة منتخب مصر امام منتخب ليبيا متخب مصر فكرنا بالكرة الحلوة اللي كنا ملعبها فيه 2006 و2008 و2010 مع كابتن حسن شحات اكيد الفترة قصيرة اللي تولى فيها كروش لسه محتاج فترة اكبر عشان يحفظ اللعيبة بشكل اكبر محتاج يتفرج على الدور المصري علشان يعرف كل امكانيات اللعيبة كروش مدرب جريء النهاردة لما يكون عندك مدرب ويقدر يكسب بره ملعبه وبسلاسية امام فريق برضو كان فيه الصورة وكان بينافس فده شيء يحسب لميستر كروش وايضا الجهاز المعاون مباراة فيه مكاسب كبيرة جدا لما بنتكلم بلغة الكرة مصر خلاص الحمد لله المنتخب المصري بالنسبة يعني تتجاوز التمانين وتسعين في المية ممكن نقول نكون حطنا قدم اولى في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم ده شيء جيد المعسكر اللي جاي اللي هيكون في شهر 11 عندنا ماتشين هيكون امام منتخب انجولا ومنتخب الجابون ده الماتشين اللي هيكون فيه نهاية المجموعة وايضا كمان لسه هنشوف جدول المسابقة وكمان مصر كروش اللي حريص دايما في كل تجمع انه يكون عفوا انه يكون مجمع اللعيبة ويقدر يعرف امكانيات اللعيبة كان حريص على مباراة ليبيريا المعسكر اللي جاي هيكون حريص ايضا انه يعمل ماتشين على القل والديين علشان يتعرف اكتر على امكانيات اللعيبة واللعيبة تعرف كمان اسلوب وطريقة لعب كروش انبارح شفنا يعني الشكل ما شاء الله وان شاء الله الفترة اللي جاية هيكون الشكل افضل وافضل مع المعسكرات كمان اللي كمان ربطة الانديها هتيجي هتوفر اكيد مساحة كبيرة لمنتخبنا والمستر كروش ويكون فيه تنسيق كبير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة